اشتركوا في القناة 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 أو لشي عاشا. فانو هذا ما شي هو السبب. السبب هو فعلا سبب عنده علاقة بناس مقربين ليا. اللي عندهم يعني عندهم واحد المناصيب اللي غادي يأثر عليهم سلبا لو تعرف أنهم عندهم كونيكسيون معايا أنا. ورغم ذلك غير بالصوت عرفوني. يعني هم عرفوا. الأغلبية عرفوا. إذا كانوا تسمعوا هذا الحوار والليل سمعوا وغاية عرفوا بأنني سنهضر عليهم. فعرفوا من خلال الصوت لأن الصوت النبرات الصوت يعيال واحد ما يخبرها ما بينه فما عنديش هذا الإشكال هذا لكن تبقى يبلية أنها مسألة أنانية أنني نبان بالصورة. وأن أي واحد يعني بن شوية والتي يعطيه إعجاب والتي كبروبي. ولا هذي يبغي يبان بالصورة. ورأينا رأينا عندك يصحبكم شي واحد أخر. ولا هذي يبغي لواحد تكتهور حب الظهور تنقول. أنا ما عنديش هذا القضية وما أزيد على هذا أن ما كينش حاجة اللي سنقدم اللي خصها أنا نبان. أنا ما شي نعطيه نصائح دي العكار ولا نصائح دي اللباس لا ولكن الناس يقولون بما أن هشام يدعو للتطبيع مع الفكرة ذي. لأن الشخص ممكن أنه يخرج من الإسلام ويرجع كافر ولا يرجع ملحد. ولكن في نفس الوقت هو ما قادرش أنه يقنع الأسرة دياله أو العائلة دياله أنهم يطبعوا معه ويتعاملوا معه بشكل عادي. هو شخص هو نفس الشخص اللي هو الأخ أو الأب أو يعني العم يعني نفسه هو نفس الشخص فقط أغير واحد المعتقد. وش ما كنت تعتقدش أنه هذا الشيء هذا ممكن يخلي الناس أنه عندك سديواجية. أنا تنصح الناس أنه ما يدخلوش في صراع مع عائلتهم. أنا سنقولها دائما بأنك لك أنت ملحيد ولا خرجتي من الدين ولا عندك أنت قادل الدين ما تحاولش أنك تخلف يعني تكون شجاع تكون ما كين شي حاجة اسميتها باطل الإلحاد ولا أيرضع لك دار وين ولا شي حاجة زع ما غادي تمشي وتهز مع والديك وتقولهم شوف أنا رمتي آمنش بالدين ديالكم لا بالعكس هذه مسألة شخصية أنت لما كنتيش مآمن بالدين ولا ما عندكش مع الدين صافي ماشي ضروري أنك تدير إعلان وتقول للناس أنا هادي ولكن عندك الحق أنك تهضر بحال بزاف ديال الناس تهضروا مع والديك ومع عائلتك هذه أن الدين ما يكونش يعني ما ندخلوش ما يكونش هو المحدد ديال المحبة يعني الدين يبقى واحد لمسألة شخصية علاقة الإنسان مع دكش اللي تي آمن به وما يكونش هو القاعدة ديال التعامل في الأسرة ولا التعامل في البلاد يعني الدين هو مسألة شخصية خاصة بقى بريفي فهذه يقدر يقولها الواحد وماش يضروري يقول أنا ملحيد وأجي نقول لكم كيفاش لا تقدر تكون أنت مسلم ثقافيا علش ما تكونش عندنا نفس القضية اللي عند ليهود ليهود عندهم واحد الحاجة زوينة تقدر تلقى يهودي وهو ملحيد ولكن يهودي يعني ثقافته يهودية نحن بغينا نكون أنا بينا أنا ثقافتي إسلامية بغينا أقول لك أنا مسلم ثقافيا فعلش ما نكونش مسلم ثقافيا وماش يداروني نقول أنا ملحيد لأنك تقول أنا ملحيد تدخل الناس في موقف دفاعي والديك غيعتبرك بأنك خنتي الأسرة خنتي هم هما نعم في هذه النقطة هشام أنت كتقول على أنه مسألة التدايون هي مسألة شخصية يسنخ سويمار سهب يعني بشكل شخصي علش أنت اختاريتي على أنك تنشر ثقافة الإلحاد أو أنك تحاول تخلي التطبيع مع الكوفر لأن أنا قررت في عدد من الحوارات ولا عدد من اللقاءت ديالك تقول أنه من بين الأهدف ديالك تطبيع مع الكلمة ديال الكفر أنه تقول لي عادية أن شخص يخرج من الإسلام وميبقاش متدين ورجع ملحيد علش أنت اختاريتي هاترك وما اختاريتيش أنا ممكن تكون يعني اختيار يعني معتقد أمر شخصي غيرتي معتقدك وتكت وتمارس حياتك بشكل طبيعي لشخطانيتي لأنك تخرج الإعلام وتخرج يعني الفضاء العام وتبدأت تنشر أفكارك الخروج أخصناها ضرور لنوجه المرحلات المرحلة اللولة قبل الهزرة المرحلة اللولة في دار الأرقم بالأرقم في ذاك الوقت كان الإنسان يعني كانت دوره في مختلفة تماما كانت مجرد أنك تقول لواحد أنك لا ديني ولا غير يحس بأنك ركلتش حاجة للدين صافيت يردك يهودي يردك واحد واحد الأجيندا واحد الماسوني واحد هادير أنت أصلا ما أمرك أنت مسلم كيف علش تتكذب وتتقول أنك أنت مسلم أنت يهودي وتنعرفوك وعند وصعليك قادلها ترسم معتها في الزف اللول في ذاك المرحلة اللولة كان ضروري بحال تقول ترابي دو شوك كان ضروري أنك نشوفها ضرورية أن المغاربي يفهموا بأننا رح ماشي ضروري تكون مغربي إذن رح أطماتيك مو أنت مسلم ماشي ضروري رح ينين الناس اللي هم مغاربة اللي تيبغيوا البلد ديالهم وتي آمنوا الحقوق الواجبات ديال المواطنة المغربية وتهو ما تيحتفلوا بالعيد وتهو ماتاي تي 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 في نفس الوقت هم مابقوش مآمنين بدك تلقين الدين اللي اخت وفطفولة ديالهم وهذه مسألة عادية لكن من بعد يعني لجينا للمرحلة التانية وهنا غيبان أنني أنا ما بقيتش قاعدة نركز بسي في الدين قليل في انتن هضر في الدين هي المرحلة صافية تجاوزنا هذه المسألة هذي أي مغربي ده عارف بأن نركز الناس ملاحظة وعارف أن مغاربة مسيحيين عارفين هذي ومتعايشين مع المغاربة بين قوسين متعايشين معه يعني رمشي حاملين ولا فرحانين بها ولكن متعايشين معه وفي هذه المرحلة ما بقاش ضروري أنني نضر نقول أنا كافر مغربي ومثلا نشر الكوفر أو نقول تطبيع مع الكوفر أنا نقول تعايش مع الاختلاف هذي اللي محتاجين تعايش مع الاختلاف نعم نتقلت خرجتي من المغربي مسلم ودخلتي إليه ملحيد كين اللي كيقول على أن انت خرجتي من الإسلام غير بش تعدل الوراق وش فوصا يعني رجحتي ملحيد في نزوجتي بألمانيا وش تش صحيح وما كين تش قانون غربية لنك تكون ملحيد وغير يعطو كل وراخ وإلا غيكون عندنا الملايين دي المغربة الملحيد في فرانس وفولان وف ألمانيا هذا غير صحيح هذا كلام غير صحيح والهدف منه هو يعني إنقص من ذو اللي زرقيمون اللي محتاجين حنا نقاشات صحية على الدين كما تيذير دابا دكتور الفايد وخا جمعة طالشوية ولكن المزوينة التي تيذير أن تيحرك ذاك المياه الراكدة محتاجين أننا ما يكونوا لدينا طابوهات لماذا لدينا طابوهات الإنسان لماذا ندير الحزر على العقول لدينا ما خاش يكونوا طابوهات في الكلام لا على دين لا على سياسة على أي حاجة خطنا نهضرو فما ما دم ما كيناش أجندة سيرية ما كينش هادي أوكي نهضرو في أي موضوع كما كان وخا يكون الدين فهذا هو الهدف عندي من البداية لكن اللي ما بغاش يناقش هذه المواضيع هذه التي تتحرج منها ولا خايف أن تزعزع العقيدة دياله ولا هذي أشي يقول لك يقول لك وانت مخلصينك وانت عندك أجندة وانت جوجتي على الإلحاد وانت درسي الحتي على الوراق فهذا كلام غير صحيح طبعا يعني أي واحد عنده شويد العقل غيف نعم هناك فئة كبيرة من الشباب أيشام اللي أصبحوا ملحيطين بسبب ممارسات وسلوكيات على ناس محسوبين على الجماعات الإسلامية وكي وقعلوا موحد الشوك وهذا يخليوا من الدين واش أنت من هاد النوع حصوصا على أنك كان عندك حسيكة كبيرة مع الجماعات الإسلامية المسلحة في ألمانيا واش هادا كان بي الأسباب دي لأنك نفرسي من الدين العجيب هو أننا ديما سنهضروا على أن الأصل هو الدين وأن بنادم خرج من الدين ولكن الأصل هو أن الإنسان تولد بلا دين تولد بلا آله هذا هو الأصل يعني خلصنا نقوله كيفاش حيطي ذك الشي اللي ورتيه بالتلقين ماشي كنتي أنت متديين وهذا هو الأصل وخرجتي ولكن هذا موضوع آخر أنا سنآمن بأنك بزاف ديال الطرق اللي تتخلي الإنسان أنه يشك القناعة دياله ويخرج أنا كان عندي طريق وواحد أخر عنده طريق أخرى وواحد أخر عنده طريق أخرى ولكن المهم من نسبة لي أنا ماشي هو الخروج من الدين أنا ما تهمنيش أن الواحد يخرج من الدين ما سوقيش أنه يخرج من الدين أنا اللي مهم عندي هو التعايش مع الاختلاف يعني أنت مسلم ماشي مشكيل لكن أنت تتآمن بالحقوق والواجبات وتتآمن بالحريات الفرضية وتتآمن بتكشي اللي قاحنا محتاجينه باغي الكرامة باغي المغريب يكون زوين باغي بلدنا تكون زوين باغي الخير باغي التعايش أنت خوية ما تهمنيش واش تتصلي ما تتصليش واش أنت مسلم واش أنت مسيح ولكن السؤال ديالي أهيشام هو أن كينا بعض الناس اللي كي خرجوا من الدين بسبب ديال واحد السلوكات ديال واحد الأشخاص اللي محسوبا على الدين بغض نظر واش إسلام واش مسيحية واش يهودية واش ديانة أخرى واش نتاكن من هاد الناس هادول اللي نفروك من الدين هما أشخاص ماشي نصوص دينية لا إلا جينا هدروع لي أنا ماشي هذا والسبب كان من بديت الدراسة المسيحية أنا قرأت المسيحية في الجامعة اللوترية المسيحية في ألمانيا فمن بديت نقرأ المسيحية بدأوا يبانوا لي شي حويج اللي متناقضين مع ذاك الشي اللي تيقول لي الإسلام على المسيحية وقرأت بشكل أكاديمي فالتخلت في واحد المعضلة تخلت في واحد المأزق ديال وارطة ديال واش غنقبل ذاك الشي اللي تعطى لي بتلقين ولا غنقبل الحقائق اللي تنشوفها اللي علمية أكاديمية يعني كيفاش غربط بيناتهم وهذا هو المدخل الشكل اللي كان عندي أنا اللي مخرجنيش من الدين ديريكت ربما حيتش حالها دي ما كانش لانترنت بزن بحل اليوم وذك شي فعشر سنين تقريبا ديال اللي بحث وذك شي يعني يقول من 2006 هات قررت نخرج ولكن اللي خرجني من الدين فعلا هو المشاكل الأخلاقية في الدين يعني بحل كيفاش نشرح لي هذه النقطة هذه بأنك تكلمت عليها مرارا وي يعني هي في الإنسان من تكون مؤمن أنا من كنت مؤمن ومتدين بالأقصى الحدود ما كنتش تنتسأل في أي حاجة تتبلية بزغف الدين ما تنتسألش فيها لأن هذا شي بالنسبة لي هو الوسوسة للشيطان يعني الشيطان يأوزوني الزن ووليتي بالله مش شيطان الرجيم وتنقول الله حاكم وعنده حكمة وهو عرف عش تدير ما نبقاش ننتسأل واش هاد الحكم هذا مزيان ولا ماشي مزيان واش القتل دي هذا ولا هاد رأي شي حاجة لكن من قرية من قرية المسيحية في الجامعة اللي وقع لي هو أنني أكتر ليون في هذا المجال يعني حال تقول تنحاول نطبق نفس المعايير على كل شي فمن جي طبقت المعايير اللي تنطبقها الإسلام لقيت بي أنه ميمكنش نتعايش مع الأخلاقية اللي كان في النصوص الدينية ميمكنش نجي ونقول أن مثلا الإيماء أو الأحكام الإيماء في الإسلام رأيها مزيانة لا مزيانة لا إلا جيت شفتها يعني درتك لختيبار من الخارج الأوتسايدر تاست كما تسميه درتك لختيبار من الخارج وحتى تراصي في السيتيواتي الواحد مثلا اللي ما كبرش بالمسلمات الإسلامية ما كبرش بها يعني جبنا واحد هندوسي ولا باكستاني ولا أفغاني ما شي أفغاني ويكونوا مسلمين هذول لكن جبنا شي واحد من شي قانت اللي مع مرس مع بالإسلام وجينا حطيناه وقلنا لي شوف واشنطا متافق مع بيع الناس في أسواق النخاسة غاي يقول لك لا يعني بين أنا مسألة غير أخلاقية فأنا بديتنشوف لك المسائل لا أخلاقية يعني باش مغيتش نجرح المشاعر شي ناس ولكن تنشوف مسائل اللي بين قوسين تتبلية لأخلاقية الدين واللي تنشوفها وتنحكم عليها بموضوعية وهذا أنني نوصل لواحد النقطة اللي تنقول إنافي زناف كما تقولوا كفا راح ما يمكنش نقبل بأن هذا الأحكام هذه هذا النصوص هذه جات من عند كائن عنده ديك المواصفات اللي تتعطيها الأدية الإبراهيمية ديال الحكمة ديال الخير الرحمة نعم في هذه النقطة أنت في البداية ديالك أنت كتنشار محتوى كثير على الإلحاد وعلى الكفر والفئة كبيرة ديال المتسبعين ديالك كانوا من المراهقين وهذا المراهقين هادو ما زال معندهم شد الإمكانية ديال تحليل ديال النقد ديال أنهم يفلتريوا ديال شي اللي ياخدوا من عندك وواش نتا ما كذا حساقتش على أنك تساهمتي في الوريونتاسيون ديال واحد الجيل ومخل تنتا مرستي عليه التأثير كيفما كي مرسوها فئات أخرى تنتا وجهتي وما تعطيش فرصة ديال أنه يتعلم وأنه يعني يطور المهارة دياله في النقد يطور المهارة دياله في التحليل واش نتا ما كتساقتش لأنك لعبت هذا الدور أيضا أنا سنظن العكس تماما ربما نفاشك أنا سنظن بأنني أولا ما تنظرش التبشير ما كنتش تنظر التبشير للإلحاد ما كنتش تنقول للناس ولا ملحيدين ولا كفار ولا خرجوا من الدين هدي ما كنتش تنقولها للناس أنا اللي كنت تنظر وما زال تنظر يعني بواحد القدر أقل هو أنني تنتاقد النصوص الدينية وانتقاد النصوص الدينية معمور كان شي حاجة خيبة علش الإنسان ما ينتاقدش النصوص بالعكس أنا دي ما كنتنقول أن الواحد خصو يعتمد على الدليل أنه ما يصدقش الأمور بدون دليل دائما خص الدليل ما يحتاكمش للسلطة ما يحتاكمش للطلقين المسلمات ما يحتاكمش لا يطبق نفس المعايير تطلقى مثلا المسلم أجي تنقشه في المسيحية ولا في الهندوسية يسكتك لأنه تيطبق واحد المعايير سارمة ضد هاد الإديولوجيا ويجبدلك يعني تيفلتريات تيما حصها مزيان من تيجيل الدين دياله ما تيجير قاعدك شي تيكون واحد تسامح ما شاء الله علاش لأنه تتعامل مع ديك الإديولوجيا ديك المسلمات تتلقين فدير على واحد صور ما يطبقش على نفس المعايير فأنا بالعكس أنا فرحان أن الشباب في عواد ما يبقى غير يسرط أي حاجة تقلت ليه أنه أي حاجة تقلت ليه يبحث فيها الشباب اللي كانوا تسمعوا لي وأنا ما عندناش ستاتيستيك حال الأعمار ديالهم لكن قولوا مثلا شباب صغير اللي كانت يسمع ليا أكيد أنه في الأول ما ش يسمع ليا وقال واو هشام قال حق أنا متفق معه أكيد مش أبحث ومزيان أنه يبحث إذا ذكرت شي حديد ذكرت شي أنا بغي يبحث ويجبد ويقرأ ويشوف كتب الفق ويجبد ذلك ولكن ما كتعطيش هذا النسون ديال أنكم رخصكم تمشوا تبحتوا رخصكم تمشوا تديروا يعني ما كتعطيش تجاهات أخرى الممكن أنهم يمشوا فيها ما ما خلصا لها تفكية الأورية هذه بالضبط لأنه واحد مراهق ولا واحد يعني يلعب بادي المسيرة ديالو من اللي غادي تعطيه أشياء مغايرة لربما أنه يتقبل كيفما هي وما يمشيش في مرحلة ديالتا هو أنه يخوض الرحلة كيفما خطيها نزر معروس نقدر نتافق مع الطرح ممكن كين طيباء على أنني ما تنذير شي هذا أنا ما تنشو رأسي أنني تنذير المناظرات اللي درس يعني تنعطي ديما دلائل ديما تنذكر هذا حديث صحيح كين كدا كين هنا هذا الصرح ديالك ديما تنعطي المراجع وتمين كتبت الكتاب حوار مع المسلم اللي سكن فيها رأس كل مراجع يعني كل مراجع والغريب أن في هذا الكتاب هذا حوار مع المسلم اللي سكن فيها واللي ما زال مستغرب لليه لحد الآن هو أن غريبة بزاف نعم أنا تفاعلا معك في الكتاب قلت في واحد الحوار على أنك حاولت تكون محايد وتعطي أقوى الأدلة سواء المسلم اللي كيتكلم ولا الملحد اللي كيتكلم واش ما كتعتقدش على أنه كيفاش ممكن الشخص اللي كيتبنى واحد المعتقدات معينة أنت كتبنى الإلحاد وممكن على أنك الكفة ديال المسلم أنك تعطيها أو تدفع في أن المسلم يقدم أدلة قوية خصوصا أنت قلت على أن بعض الناس ممكن يشوفوا على أن الأدلة والحجج اللي قدمت لها المسلم هي ضعيفة ورجحتي الكفة ديال الملحد كيفاش تقدر أنك تكون محايد وانت ديجا عندك واحد الفكر واحد معتقدات معينة متبنيها نعم وأكيد أن وأن اذكرت هذه القضية في البداية دي الكتاب قلت بأنه صعيب أو مستحيل أن الواحد يكون محايد لأن أنا عندي قناعة جديدة فكيفاش سنكون محايد ونعطي الهشام القديم لأن كانت رحل عبر الزمن وقلت فيها مع راسي كيف سنكون نعطي أحسن الأدلة وأحسن صورة لهشام القديم وأنا عندي قناعة جديدة فأذكرت هذه المسألة وقلت رح مستحيل أنني سنكون محايد لكن حاولت بصدق وبكل شفافية حاولت أنني نعطي أحسن أرقيم لهشام المسلم لكينين اللي ممكن توقعهم الواحد من المسلم إلى نقشته أنا ما كره تكون جاو ناس اللي تنتقدوني دائما واخدوا ذك لذكرهم هشام المسلم وقالوا لا هدليز أرقيم مزوين ولي مكافي وجابوا أرقيم من عندهم كانت تكون بادرة زوينة نعم بما أنك تقدير المناظرات علش ما درتيش مناظرات في هذا الكتب هذا دي أنك تجيب معتقداتك ويكون شخص يعني تستدعي شخص اللي تعتقد أنه عنده المقدرة الفكرية دي أنه يناقشك ويكون نقاش والناس يستفدوا يشوف كل الحجة دي اللي هي أقوى سؤال جميل المشكلة هو أننا ما لدينا كولتور دي المناظرات يعني ولكن درتيها بزاب جبتي ناس متوجهات مختلفة وكانت مناظرات ناجحة لماذا ما لدينا مناظرات بالطب تتضريع لها أغلب المناظرات معلم سلمين كانت قريبا 1-9-9-9-100 عند شخص أنه ما ستمشيش بالشكل اللي ممكن تمشي فيه إلا كانت لدينا كولتور دي المناظرات نحن ما عندناش للأسف دي ما هذك المخالف نسميه المخالف اللي غادي يهضر معاك باش نستعمله التعابير دي الومني ثم هذك المخالف دي ما غادي يكون عنده أجندة والأجندة للأسف دي الإنسان المتدين عنده الحق من الدبار ماشي الداخل باش يسمع حجاج ويسمع دلائل ويتفاعل معها ولكن حتى انت غدي دخل منطق أن عندك الحق القناعة اللي وصلت له هي الحق بالنسبة لك الآن هذا غير صحيح أنا لا أؤمن بمسألة دي الحقيقة المطلقة وأنا مستعد دائما بإدل أراء ديالي وبدلت أراء نقدر نغير مثلا رأيي في حاجات كينين في الدين ولكن ما رجعش للدين لأن ما كانش دليل على صحة أصلا الدين ما كانش دليل على يعني كان واحد المشكل الجوهاري فيما يخص الإديولوجيات نقدر أنا مثلا نقول بأن نغير رأيي ونقول للتنميل أن الكون ربما عنده سبب نقدر نميل مثلا الربوبية ونقول ربما ما أتي بنات شي واقي لا عنده ولكن غايب طبعا ما مستان على شي دلائل قاطعة غادي يكون ميول صافي فأنا منت ندخل الناقش يعني نفرض أنني دخلت الناقش في مناظر موضوع جهات الطلب مع واحد الإنسان مؤمن مسلم وذكر وأنا عندي مثلا شي نوقات ولا شي حاجة علاجي هات الطلب هو شرح لي وجاني شرح ديال زوين وأقرب الصواب فما نجيش نقول لي لا 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 وخا تقول لي قلتي رايزي هات الطلب كاذا وكاذا كاذا نقول لي هوي فهذا النقطة عندك في هالحق لكن أنا مثلا ما زال عندي إشكال فهذا النقطة هذي أنا تقبل هذ الأمر لكن ولكن هذا النقاش كان مع ناس محسوبين يعني الصف ديال العلماء والفقهاء أو مع العامة ديال الناس اللي معرفسون بالدين محدودة لأنه كان فرق هذرت مع مجموعة للناس يعني أنا ما نعطيهم مش تقييم يعني هو في المشيخة ولا في التفق وفينا هو إنا ستاج والستاج الوحش ولا ستاج متوسط ولكن هذرت مع ناس اللي تعتبروا حراسهم حراس المعبد وأنهم تناظروا وعندهم العلم الشرعي وهذه ناظرتهم ودائما نفس المشاكل علش أنا كتبت حوار مع المسلم اللي سكن فيه باش نرجع للكتاب هو أن كتبتو فعلا باش نحييد هاد الحاجة أننا ندخلو في هاد السيراء عدياك دائما حيث ديمت عدنا نفس الباترن كما تيقولو بلونغلي عدنا نفس النموذج تتكون هاد رازوينا أجن ديروا مناظرة في كذا وكذا والاحترام وهذه هاد هو الترتيب دي المناظرة دائما هكذا غيتة تبدأ المناظرة تتحول ذاك شي الحرب تتحول الأجندا تقوّل ما لم تقول تتولي بحل خدعة وهم تعتبروا بأنها رح حرب فعلا الخدعة في الحرب وأنك تكذب على الآخر ولا تقول كلام ما قالوش ولا تفهم تتسخر منه هذه رسيعتبروها بأنها مسألة أخلاقية لأنها هذه حرب ضد أهل الباطل وفي الحرب ضد أهل الباطل ممكن تستعمل الخدعة كما استعملها الرسول وستعملها الصحابة وهذه ممكن تشي مشكل فهما من هاد المنطقة يخدموه ومستعد أنه يهددك في حياتك ومستعد أنه يدير أشياء ضدك يعني أنا نعطيه ميتال باسيط ونحبس لينا طولت ربما ألاطف معاه مع أمري قلت شي كلا مخايب عليه ولا هذي وكديما ألاطف معاه مش أدار فيديو في يوتيوب واخدار فيديو ديالي أنا ودار فيديو في يوتيوب باشي يبين يعني هو أخطأ يعني طبعا صحابه تنهضر بالصح فهذه تعمل ذاك الفيديو بجدية وقال لي وما أشوفه هذا كتير شنو تيقول فأنا مش أدرت فيديو وبينت فيه الحقيقة يعني خديت غير فيديو ديالي كامل وحطيته وبينت فين كين التدليس وفين كين الحق بلا من ضرب لأولو وحط خديت المقطع ديال ديال الفيديو وحطيته مشه هو اليوتيوب دار كوبيرايت يعني دار قال لهم هذا اخدا لي الفيديو ديالي والأصل رأي الفيديو ديالي أنا فقال لهم اخدا الفيديو ديالي فأنا من مشيت عندي يوتيوب وقالت لهم لا راها شنوقعها شنوقع يوتيوب عندهم ذيك القضية ديانا تصفطوا المعلومات ديالك للشخص تصفطوا لي العنوان ديالك تصفطوا لي الاسم ديالك تصفطوا لي التليفون تصفطوا معلومات شخصية فهما صفطوا عليه شنو داره هو انشرها فهنا يعني علاش يعني وش وصلات زعمل اخلاقة الانسا لهالدراجة المنحطة يعني انا شنو دارت لك لدراجة ديالك تشكد خلف تشهير واللس ممارسة بشكل كبير انا هنتفع المعقر في واحد النقطة بما اننا كنت تكلم عن العقلانية وانه مكنش حقيقة مضلقة قلتي لانه كيفما استعمل الرسول والصحابة الخداء بما انك انتك تشك في كل شي كيفاش تيقنتي على انه رسول والصحابة استعملوا الخداء واه هي يعني نقدر نشك في اي حاجة طبعا نقدر نزيون نقول لك انا مكنتش دليل تعريخي على ان الرسول كان طبعا نقدر نشك في اي حاجة ولكن احنا سنهضر على الامور اللي تي اعتمد عليها الانسان المؤمن سواء كانت وقعت بالصحة ولا ما وقعتش ولكن تي اعتمد عليها في الحياة دياله وفي التعامل دياله وهذا اللي تيأثر فينا احنا لان لو مثلا المؤمن قال احنا ما غنتعاملوش بقرآن لمدينة صافي احنا مكاوين اخويا احنا غنتعاملو قرآن لمكا وغادي نخدموه بيه وباخير ما يجي تشي واحد هنا يبدأ ينتقد الآية ديال صورة التوبة وآية السيف ويبدأ يقول لهم جهات طالبين لا حيث المسلمين معطلين ذاك الشيادات محيدين ومخدامين شبه بحل الليهود الليهود ما تيش عندهم تقول لهم لا ورخصكم تقتلوك هذا وديروك هذا حيث مكتوبة عندكم في العهد القديم وعندكم مخصكم تديراتي تيقول لك ودي بعد من نحنا يا ما ذاك شي عنده صياق زمان وما كان وعنده علاقة بل معبد وعنده هدي وحنا ما مخدامين شبه ما نفردش عليهم انا شي حاجة وما تيأمنوا شبه وما تيطبقوه لكن المؤمن لا نعم في هذه النقطة غدي نتفعل معاك لأنه كنا واحد الصيار كيقول على أنه الإسلام ولدين بصفة عامة وللقرآن بالضبط نتكلم على القرآن لأنه صالح لكل زمان وما كان وممكن على أنه سكون فيه قراءات حسب العصر اللي احنا فيه مثلا في العصر ديال بداية ظهر الإسلام ممكن استعملوا الآيات اللي فيها الجهاد وكذا وكذا ولكن اليوم بما أننا وصلنا واحد المستوى ديال الوعي واحد المستوى ديال التطور واحد المستوى ديال الحضارة فهد الآيات هادو كان عندهم واحد سياق معين نزلو فيه فاليوم ما يمكناش على أننا نتعاملوا بهم والإنسان بما أنه عنده العقل فرا هو كيطور واحد النظام اللي غاد يعيش به لأن انت شنو كتقول فاتشي لأنه كينا الناس لأن دبل الدين كيفاش كاين وكيفاش الناس كيفهموه كينا ناس وحد آخرين كيفهمو على أنه ره الدين أرى ماشي بهذا الشي اللي كيدعونه الناس اللي كيدعونه الجهاد وكيدعون القتل والحد وكذا وكذا بالعكس ممكن أنك تاخد من الدين ذاك الشي اللي غاد يناسب العصر اللي ينزل فيه على ذاك الشي كيقولوا أنه لإسلام استمر 14 قرن وممكن أنه يستمر قرون أخرى لأنه كل عصر كي ياخدوا منه ذاك الشي اللي يبغى اللي مناسب لهذيك البيئة اللي هم عايشين فيها أنت شنو كتقول فات الشي أنا سنظن بأننا كلنا من عصر النهضاء ومن بدأوا محاولة الإصلاح وتالي يوم تواحد ما بغيها طرع لجوهر المشكل كل شي خايفي طرع لجوهر المشكل ولا معرف شنو وجوهر المشكل يعني يا إما خايف يا طرع ليه يا إما ما عارفوش كلنا تنحاولو نديروا راسنا بأننا ما فاهمين شنو والمشكل راه المشكل الحقيقي هو أن الدين الإسلامي فيه نصوص ما يمكنش تقبلها لف القديم لف جديد ما كينش حاجة اسميتها كاين واحد صياق كانت فيه واحد نصوص كده مزيانة ما كاينش دك وطأ ملك اليمين ما كانش زوين في واحد الوقت وما غايب قاش من بعض ويقول لي خايب من بعد درها دي ما كان خايب خصنا نتصالحوا مع نصوص ديالنا خصنا نتصالحوا معهم خصنا نقولوا بأن فعلا كانت واحد نصوص خايبة وهذا ماشي مشكل راه ماشي مشكل راه ماشي ضروري أنك تخرج من الدين حيت فيه واحد نصوص كده وكده ماشي ضروري اعتبرها أسيدي أنك أنت ما فهمتش الحكمة ديالها يا الله ولكن على الأقل تصالحوا قول أكي راه فعلا نزل الله هاد شي هذا راه فعلا كان الأمر بقتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجيزي عن يدين وهم صغيرون صافيق قبلها قول أسيدي أنا ما فهمتش الحكمة ولكن ما جيش تقول ولا ورا كانت صالحة لي سياق لا راه ما كانتش صالحة لا راه ما فهمناش النص لا راه فهمناه راه هو هاقق ما راه فهمناه وفيه مشكل تندكر واحد إلى ممكن غني نزيد واحد مرة مرة ندخلش باهارات مسيحية واحد القضية كانت وقعت نسيتش كل ذكرها كانت قريتها في واحد الكتاب ديال واحد العالم المسيحي أنه من كان في الفترة الجامعية دياله كان متدين بزاف وهذا العالم هذا من بعد ولا أدري لكن في الفترة ديال الدراسة دياله كان متدين بزاف ودخل أصلا بشي قراء المسيحية بشي يزيد يتفقه بين قوصين في الديانة المسيحية ويولي قيسه داك شي فواحد المرة أعطاه أعطاهم الأستاذ واحد الواجب منزيلي واجب منزيلي يمشى بشي يخرجوا لقى فيه واحد النص في الإنجيل تيقول فيه المسيح الواحد جاي يطلب منه يشفيه من المرض واحد السيج جاي عن المسيح قال ليه شفيني من المرض فالمسيح باركو يعني باركه ولكن لقى بأن المخطوطات القديمة الأصلية مكتوبة شفيها باركه وفيها لعنه فدخل في واحد المعضي له يعني وش المسيح اللي هو رب المجد وهدي غايجي واحد يطلب منه أنه يشفيه وغادي لعنه وما يمكنش وقاتي تقاتل وتيتقاتل وتيتقاتل باش يلقى تأويلات ويخرج منها بأنه لا رأي المسيح دار شي حاجة مزيانة فمين مشان هار اعطال واجي بالمنزيل يرجعوا الأستاذ قال لي الأستاذ واو كتبتي بزاف يعني على واحد مسألة صغيرة كتبتي عليها بزاف قال لي هوي ورا بقيت مقاتلة باش نخرج ورا ما يمكنش التأويل وهو يشفي الأستاذ قال لي ويقدر يكون المسيح فعلا لعنه وفينا هو الإشكال يعني علش من تصالحوش مع ذاك شي اللي عندنا علش ما نقولوش فعلا رأي جيها الطالب رأي شي حاجة خيبة رأي ماشي مزيانة رأي أنك تقاتل وحد الناس لأنهم متي آمنوش حتى يعطوا الجيزة عن يدين وهم صغير رأي ماشي حاجة مزيانة أنك تبيع الناس في أسواق الني خاص رأي ماشي شي حاجة مزيانة أنك تجوج وحدة صغيرة رأي ماشي مزيانة نقولو أنها ماشي مزيانة وديك ساعا نزيدو القدام أما يلابقينا دي ما تنغطي وتنقولو ولا وربما السياق وهدي ما عمرنا غا نصلحوش إسلام نعم بما أننا كنت تكلمو على هاد الأمور نتاك تنتاقد دين ولكن معمولنا كنت نشوفوك لأنك تنتاقد سلطوية مثلا 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 نعطيك أنا مثال ديال بما أننا كنت تكلمو على المغرب وانت مغربي وأنا مغربية الشرعية ديالة من الدل الإسلامي ما كنت نشوفوكش على أنك تنتاقد هاد المؤسسة مثلا واش لأنك ما عندكش القدرة دي لأنك تنتاقدها خايفان لا أنا أولا فايس هدرت في هذا الموضوع بالسف وخوا ماشي موضوع اللي أنا تنميلا ننهضر فيه لأن موضوع سياسي سنعتبره أكثر من أنه ديني وكين المصطلح ديالإمارة المؤمنين وكين البيعاء وكين نعم راه المالك سيحكم كذلك بالدين راه هو أمير المؤمنين وهذا الشي كامل وي هترت فيه لكن ما كينش دك تأثير فعلا يعني من غير هاد المسألة هذي ديال بحل تقول الإسم والشعار وهذي أولا الإسلام هو دين الدولاء راه ما عندناش طالبان في المغرب يعني ما عندناش واحد لا ولكن عندنا القانون الجنائي اللي كي يجرم عدد من الحريات اللي جايين من نصوص دينية نعم والمالك كان في واحد الخطاب مؤخرا قال أنا ما غديش نحل الحرام وما غديش نحرم حلال فبالتالي ركينا الرجوع للنصوص أنا درت واحد كنت درت واحد الفيديو سميتوا محاكم تفتيش في المغرب يعني مش تقع أبعد يعني مش تقول محاكم تفتيش في المغرب رازع مار رجعنا لذيك الحروب الصالبية ورجعنا الواحد الوقت اللي كان في ذك شي خطير لأنه فعلا واحد مثلا تينتقد الدين ولا تيقول شي حاجة ويقدروا يتشد ولا ذيك القوانين القروسطية اللي عندنا في القانون الجنائي المغربي زعزعات عقيدة مسلم ولا أنك يعني تجريم الإفطار يعني العلاني فرمدان وهذه الأمور هذي كاملة اللي بعض المرات تتنقت مع الدين يعني تتلقى مكينش في الدين ولكن القانون المغربي أكثر كاتوليكية من البابا تتلقى أكثر تدينا من النصوص الدينية وتنعتبر هذه القوانين هذي بأنها فقط مديورة هكك باش تكون فضفاضة يعني فاق باش تصفي بها حسابات أنا كنت أعتبرها هنا في عندي ذك الإشكال دي لأنني ما تنهضرش على الدين بحل لو كان المغرب مثلا دولة يعني طالبان وتتطبق الشريعة وفعلا كين واحد الإديولوجيا الدينية السعلافية ولا جهادية اللي كين عند الناس نو ما كيناش يعني الدين في المغرب يستعمل يستعمل كآدات غالبا لخلق توازونات ولتجيش الناس لأن الدين هو أسهل أدت باش تجيش الناس ما تتخسر فيه لفلوس لتشي حاجة يعني فقط تلوح لهم بعض الخطابات بعض الشعارات وتتضغضغ المشاعر ديالهم وتقدروا يكفوا معك حزب العدل وتنمية كيفاش دار يعني سهل أنك تجيش وتتضغضغ المشاعر ديال الناس فحقا نشوف الدين في المغرب يعني ما رأيك في مؤسسة إمارات المؤمنين يعني كان واحد الازدواجية في المغرب كان المغرب ديني يعني مبني على عدد من الأشياء التي ترجع للدين الإسلامي لأن الدين الرسمي هو الإسلام وفي نصل الوقت عندنا الدولة الحادثية أنت شنو رأيك في إمارات المؤمنين أنا تنشوف بأن نقدر نكون غالط تنشوف بأن كينجوج ديال التيارات داخل ما كينش حاجة وحدة يعني ما كينش تيار واحد داخل بين قوسة المؤسسة الملكية ما كينش تيار واحد كينجوج كين تيار المحافظ اللي في ذوك الأقدام اللي باغن يحافظوا على المغرب اللي يحافظوا على يعني الوضع كما هو عليه ما يتبتلوا واللي عندهم واحد لاباز اللي مستندين عليها هي نجح نجح المؤسسة الملكية لقورون فهذه واحد لاباز يعني أننا غادين بهذا السيستيم هذا فعلش غنبدله يعني كما تيقولون بالإنجليزية علش غادين تبدل واحد الفرقة رابحة علش غادين تبدلها ولا علش تبدل واحد العود رابح في الصيباق غادين مزيان والمقابل كين واحد تيار حاداتي اللي بغي بدال وبغي يمشي بعيد يعني عندنا واحد جوج دي السرعات غادين بهم واحد الحاداتي اللي تيطير بغي هدي واحد المحافظ اللي تيجر تيجر أنا تنظن بأننا خسنا نحبسه تماما من هاد التيار المحافظ لأن غي خرج علينا أنا بواحد الوثيرة متسارعة وما بقاتش دي المسألة دي لأن إلا تعطلت عام ولي عام ين ما بقاتش ولا تدب إلا تعطلت عام ولي عام غاد تولي ميتين عام مع الدكاء الصناعي ومع التطورة التكنولوجية غاد تعطل ميتين تلتم مئة عام ما تولي بحل نيان ضرطال أجي واحد الوقت يقول لك هذه مجتمعات نيان ضرطال وهذه مجتمعات لهم وصاب أو وشي حاجة جديدة فخصنا نحبسوه مع هذا في تقدير الشخصي أن التيار الحادثي داخل المؤسسة الملكية هو اللي فعلا باغي دير هذا يعني باغي أن يحبس مع التيار المحافظ وتنظن أنها ستكون مسألة وقت وربما بدينا نشوف إشارات مسألة وقت وهذه التيار المحافظ غير غير حاجة تنسمع بها نعم سأذهب معك نكمل معك هذه نقطة السياسة تقول باللي أنا ما ننتقدش رجال الدولة والبوليس ما نقدرش ننتقدهم لم لا أعرف أنا لم قلت هذه القضية قلت أنا لم ننتقد رجال الدولة أنا ننتقد بالعكس تصدر على نقطة معينة لا أتكلم أنك لا تهضر في السياسة لا ننتقدش رجال الدولة لماذا هذا الخيار هذا أنا أمن بأن كل واحد لدي دور ديال أنا ممكن أن أنا تنهضر على تجارب الدينية تنهضر على مسائل التي ترى تستطيع تعاون الناس يعني تنهضر على مسائل الصحية وخ أنا لي طبعيب نقدر نهضر على مسائل ربما بين أوصين فلسفية وخ أنا ماشي فيلاسوف ولا قاري عندي دكتورة في الفلسفة ولا هذه مسألة ديالسياسة تتجيني تحتاج بزاف يعني واحد اللي مؤهل باشي يهضر على المسائل السياسية يخص يكون دارس لمشهد السياسي عنده واحد لا ممكن أنه يكون فقط متسبع ماشي بالضروري على أنه يكون دارس نعم ماذا سنجد مرة مرة إلى سؤال مسائل سياسية تنقول الرأي ديالي ما عندي مشكلة نعم بما أنه ده بحنا نتكلم عن مسائل السياسية انت شنو رأيك اليوم في الوضع في المغرب على المستوى السياسي والحقوقي لأن بزاف ديال منظامات وبزاف ديال احتقن سياسي احتقن حقوقي انت شنو رأيك هذا مؤسف بالنسبة لي أنا أنا سنتأسف و ما فاهمش علاش يعني أنا نشرح شنو ما فاهمش أنا أولا مؤسف لأن أي واحد تيبغي أن بلاده تكون طوب كلنا بغين أن نعيش في واحد البلاد ويكون المغرب واحد يعني واحد جنة وسط واحد الظلام ديالشمال إفريقيا يكون واحد الجنة هو المغرب ما كراناش وما فاهمش واحد القضية هو مثلا الاعتداءات ولا مثلا التضييق على الحريات الشخصية ولا مثلا وحدة شدات حي تنشرات صورة ولا دارتي حاجة ولا الصحفيين اللي تيتشدوا يعني شنو غا يستفد يعني هذا الطيار مثلا الحاداتي اللي كان في المغرب واللي بغي لنا المغرب يمشي بعيد وبغي التطور ونكونوا مزيان هادي شنو غا يستفد أن السمعة ديال المغرب ما تكونش زوينة بره أنا ما فهمتش يعني شنو الاستفادة أنا تنشوف العكس يعني أن الواحد من يجي الدكر ديال المغرب يجي دائما الدكر بوحد الحاجة زوينة أن هذه البلاد فيها حرية التعبير فيها الحرية الحقوق الفرضية والكرامة الناس وعايشين بيخير هادي شي اللي بغيت نسمع فشنو شنو السبب من غير أنه بينسور باش ما نكونوش أغبياء بينسور أن هاديك القوانين ولدك تضييق ولأي حاجة تتوقع تتكون لتصفية حسابات يعني أن واحد الناس مستفدين من واحد الوضع اللي هو حالي ولا مستفدين من شي مصالح وتيجي شي واحد تيبلبلهم ولا شي حاجة فتيديروا لي تصفية الحسابات عن طريق قوانين فضفاضة وما سوقهم شديك سعف السمعة دي للمغرب وللصورة دي لأنا قلت نشوف نعم أنتذرتي حوار مع أفخي أذرعي ناطق رسمي باسم الجيس الإسرائيلي بالعربية وفي الحوار بان على أن كنت تحاول تشكر فيه ما كناش انتقادات كثيرة لي ولدك شي اللي كتدير إسرائيل في الفلسطينيين سواء من القتل من الغتيالات من التهجير ديال ناس والناس كيقولوا لأنه هشام في حل لحاول أنه يبيت صورة ديال ديال هاتسيد هذا اللي كي يعتبره عدد من يعني الحقوقيين عبر العالم أنه مجرم حرب يبيت صورة دياله يبيت صورة ديال إسرائيل انت شو رأيك فتش تنظن أن كما داز الحوار أو بأي طريقة داز كنت تسمع نفس الهدرع لأن تنظن مجرد أنه جاء الحوارة هشام ودرت معه حوار كي اللي قع ما يسمع قال شنو تقال في الحوار ويقول هذا رأتي دافع على إسرائيل وهذا جيب لنا هذا وكذا يعني ما كنت تدك تقبل أنك تسمع من طرف الآخر وخيكون عدو وخيكون مجرم رأى مجرم حرب ورأتي تسمع ليه المحكامة ما عمرش مجرم حرب ردخلو الحبس ولا قتلوه بلما يسمعوا ليه رأتي يسمعوا ليه فعلش ما نسمعوش حنا يا طرف الآخر شنو تيقول في الحوار سولتوا أسئلة قاعد الأسئلة اللي تتقال في النقاشات ديال فلسطين وإسرائيل سولت هاليه تقريبا ديال كيفاش تديرو ذك مثلا أنك تشدوا واحد ولا تشدوا عائلة ولا تدمروا بيت فقط لأن واحد دار ذك شي هو حاول يجاوب على ذك الأسئلة أنا سولتوا لكن الحاجة أخرى اللي ما عارفناش الناس أنها تسيد هذا وخدم في الجيش الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي يعني هو ماشي إنسان مداني ماشي شخص مداني يعني هو عنده إكراهات مكانش ممكن أنني نطرح عليه أي سؤال بغيت وهذا من ديب بارتي قلوها لك لأنه إذا ما كنتش غاد يطرح عليه أي سؤال بغيت يعني لجبتي شنو لهذا ماشي ما نطرحش عليه أي سؤال بغيت ما نطرحش عليه سؤال من غير في الموضوع المحدد يعني اللي عنده على قبل جيش الإسرائيلي عنده على قبل خدمة دياله حيث هو ممثل ديال الجيش الإسرائيلي فما يمكنش نطرح عليه أسئلة اللي بعيدة على الموضوع سينو ما غايكونش حوار أصلا نعم ولكن لما كانت تكلمه على القضية الفلسطينية الجيش الإسرائيلي يرى هو اللي يشد يعني الملف يعني ممكنش عاجة بعيدة على الجيش أنت الجمهور ديالك يعني شنو غادي يستفد أنه يجي هات السيد ويتكلم ويدافع على الجرائم اللي كيدير يعني النظام دياله شنو شنو الاستفادة ديال أننا نستمع الشخص كيدير واحد الجرائم معينة ضد واحد الشعب ماشي فقط أشخاص ضد شعب كامل وضد دولة أنا سنظن بأن أي واحد خاصنا نسمعولي يعني أنا ما عنديش المسألة ديال أننا لا نسمعوله ولكن طرحولي أسئلة اللي نبينه حقيقته لا أظن أن هذا هو الهدف ديال الحوار أنا معمر هدف في الحوارات ديال هشام هو أنني نجيب شي واحد باش نسوله باش يبنع على حقيقته أنا الهدف ديال دائما هو نعرف هو كيفش تفكر وكيفش تشوف الأمور بغينا نشوفه وجهة نظر دياله سواء تتفقنا معه أو لم تتتفقنا هدا ودائما الهدف أنا ديالي من الحوارات من تنجيب واحد الشيخ مسلم وتنطرح عليه سؤال وتي جاوبني را ماشي جايبه باش نضحك عليه الناس ولا باش نوري حقيقته الإجرامية ولا الإرهابية ولا هاتي أنا ما تيهمنيش وانا ما تسعد و 90% في كلام ذك الشيخ را أنا ما متتفقش معه ورغم ذلك ما تنذيرش لي نقول له الله ما بين الشيخ وما بين مجرم يعني ماشي نفس ما يمكناش نذيره نفس المقارنة أنا شوف أنا اللي مهم عندي مرة أخرى في الحوار هو أنني نسمع من الطرف الآخر منه ما نسمعش من احنا مشكلتنا هو أننا من صغرنا احنا تنسمعوا القضية الفلسطينية من جهات لمساندة القضية الفلسطينية ما تنسمعوش ما تنسمعوش شنو تيقوله الإسرائيليين ما تنسمعوش شنو تيقوله السياسيين ما تنقولوش ما لاش ما نسمعوش لهم تاهمة ماشي ضرورة تتفق معهم ولكن سمع أموش شنو همتي يقولو كيفاش تيفكروا وديك ساعة أنت صوو بالقناعة سدي الكراسك أنا سنظن هادي ضرورية جدا نعم كنا اللي كيقول على أنه هيشام نوستيك دير هذا الحوار هذا في الوقت اللي طبع المغرب في العلاقة مع إسرائيل فكنا شي حد اللي قلو دير هذا الحوار هذا شنو رأيك فاد الشي نو 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 من داخل الدولات في المغرب لا لا غير صحيح غير صحيح أنا كان فولا كان المشكل أصلا ديما كاي المشكل دي القاضية الفلسطينية ديما كايين فديما عنده ديما الدوروف مناسبة بجد تدير حوار أتبع لك أنا ديما من تدير حوار اللي تكون فيه شي حاجة اللي شي موضوع حقا معقد تنحاول أنني نسمع من الأطراف كلها والغريب في هذه القضية هو أنني من وجهت الدعوة الأفخاء أدرعي كان القبول وجاء ودر الحوار ومن وجهت الدعوة الحركة الفلسطينية ما كانت تش يتفع وهذا غريب هذا شي غريب بزاف يعني علاش ما يجيش ممتيل ديال الحركة الفلسطينية حركة فاتحة اللي كان المهم ممتيل الرسمي ديال الفلسطينيين علاش ما يجيش ويجير حوار علاش كما في القضية ديال الصحراء هدرت مع الأطراف كلها هدرت مع البوليزاريو هدرت مع الممتيل ديال المغرب هدرت مع واحد اللي رجع يعني المغرب كان مع البوليزاريو ورجعت يعني حاولت أنني نحتوي الموضوع من أطراف دياله كاملة لكن في القضية الفلسطينية يعني كانت نداء وما تواحد مجر نعم أنت شنو رأيك في مسألة تطبيع مع إسرائيل اللي نهجته عدد من دول العربية من هالمغرب خاصنا نكون صراحة ونقوله بأن تطبيع رأيك كاين يعني كاين اللي رسمي لا بشكل علاني بشكل علاني يعني 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 لأن راح لما طبعتيش بشكل علاني رأيك كنش واحد تطبيع من التحت لأغلبية ديره تطبيع رأيك أنا ما تبنش ليا شي حاجة خائبة لأن نحن مطبعين مع المريكان اللي هي دار جرائم لا تحصى ولا تعد ضد الناس مطبعين مع الصين اللي تدير جرائم ضد المسلمين الإيغور أو تدير جرائم ضد الإنسانية مطبعين مع هذي البلدان هذي إذن شنو الفرق ما بينهم بين إسرائيل إسرائيل أكثر إجراما منهم يعني في الإحصائيات هذا غير صحيح لكن شنو الفرق يعني شنو الأساس اللي غنطبع على أساس شنو المعيار اللي غنطبع على أساسه ولا ما نطبعوش هذا هو السؤال نعم وشكت أنت مع الأطروحة هذه لأن إسرائيل غادي تساعد المغرب على أنه يتطوار ويتقدم في التكنولوجيا وفي الاقتصاد وفي عدد من الأشياء لكينا كينا واحد الخيطاب كي تروج اليوم في المغرب على أن إسرائيل غادي تعاون ناتشة بي الدينة وغادي سيدينا نحو الحضارة ونحو التقدم ونحو نصبح دولة عظمى وش نتابع معاهد التصوى الإسرائيل والتي هي المخلص يعني السيفير نعم لأن الخيطاب يروج في المغرب من الناس اللي كي يدافعوا على التطبيع أنا تنأمن بأن الدول تتقلب على مصلحتها الدول تتعامل كلها براغماتية ممسوقاش لشي حويج خرين تتعامل براغماتية باغا المصلحة ديال رأسها فالمغرب بالتطبيع دياله مع إسرائيل أكيد أكيد غادي كون بعض الأشياء اللي غايستفد منها المغرب أكيد ولكن ما نكونوش تادجين ونقولورا بالتطبيع ديالنا مع إسرائيل غادي نتحولوا الواحد دولة عظمى ولا هذي هذا غير صحيح ربما غا تكون عدنا واحد الحاليف بين قوصين قوي اللي يقدر يوقف معا نفسي حويج ولا يبغينا نشريه شي سلاح أمريكان ولا شي حاجات قدر الصفقة تقاد ولا شي لعباب حاله قوي ممكن ولكن رمان تتحول المغرب بتطبيع مع إسرائيل دولة عظمانون نعم أغادي ندوز معاك النقاش دي الإسلاموفوبيا كينا نقاش كبير سواء في ألمانيا في فرنسا في دانيمارك أو في كندا دي أعلى الإسلاموفوبيا وكي حاربوا العنصرية دي المسلمين في أوروبا واش مكتعتقدش على أنه بالخطاب ديالك انتاو ممكن على أنك تزيد هاد درب يعني الحق ديال إسلام ويزيد هاد الشي الحقد والضغينة ضد المسلمين بالعكس أنا متنشوف شفين هو الربط يعني أنا بات الخطاب ديالي بالعكس أنا تنقولها وقلتها شحال من مرة أن المسلمين في الأغلبية الصاحقة ديالهم يعني قريبا المية في المية ومناس مسالمين تديك العملية الإرهابية اللي تنشوفو هاد مرة مرة شحال شحال ديال المسلمين في المقارنة عن مليار والصرف ديال البشر لا يعد يعني موالو لا شيء يعني لسن هضرو على 99.99% في المية ديال المسلمين هم مسالمين إذن اللي خصنا تف أوروبا وفي الدول الغربية خصنا واحد نقاش صحي ما فيش مزايدات وما فيش معادلات سياسية وحسابات سياسية ما خاش تكون لنتى الثيارات في الغرب تتعامل مع الإسلام بحال واحد لوتي واحد الأدات تتعامل معها تتلقى واحد الحزب اللي تيداعي أنه تناصر لمسلمين بشير بح الأصوات كي لا يجيب لك مهاجرين من دول إسلامية بشي طلع ذاك الناس اللي غادي يصوتوا عليه يعني حسابات سياسية كي في مطرف النقليز كي في مطرف فرنسا في أغلب الدول تتلقى فيهم ذاك الحزب دائما اللي زعم تناصر هذي أتلقى حزب خور أنت كإنسان مسلم تتمشي لأوروبا أنت مواطن في أوروبا فقط الدين ديالك غادي تديرو بحال كما تديرو الهندوسي كما تديرو المسيحي كما تديرو السيخي نهار الجمعة سير تصلي صفي ولا صلي في الجامعة فوق ما بغيتي وصفي وعيش المواطنة ديالك عادية في الدول هذي ما خصتناش نستعملو الدين سياسيا المسلمين تستعملو سياسيا بعض الجهات والغرب كذلك تستعملو سياسيا أنا بالعكس الخطاب ديالي والتي هرست هذا كامل الدين خلص يكون مسألة شخصية ومن نهضروا على المشاكل اللي كان في الإيديولوجيات كما كانت نهضروا عليها بكل شفافية وما يكونش دين عنده شي شي حاجة زي دعلى دين آخر علش تنتقدو المسيحية كما بغينا ونصخروا التمن المسيح ونصخروا من الكنيسة ونصخروا هذه ولكن من جهة هذه الضرف الإسلام تتسمى إسلاموفوب علش نعم أغدين بشي معاك المحتوى اللي كتنتج كنا لكيقول لكي قول أن البرنامج ديالهي شامي جاوبك أنت اللي كتصاوب الأسئلة على رأسك وانت اللي كتجاوب على رأسك وكيقولوا على أدناه الأسئلة الأغلبية ديلها ما شاف في العلاقات والجينس وش أنت شنرات ديالك لهات الشي هذا يكون شي مرج جديد هذا المزل مخرش ديال أن الواحد يجي وحط 200 أو 300 سؤال ورأسه يبدأ يجاوب عليهم وكي وش تشجي فيت دابة آه وإلا وإلا فقالت تعمل تشجي فيت نقول لي عطينا واحد 69 سؤال ليش يجاوبك نو طبعا لا طبعا وبالثاف ديال الأسئلة اللي ش تنجاوب عليها أصلا في المباشر في هشام جاي تنجير كل شي مباشر تتكون من أسئلة اللي تتحط في المباشر يعني شي واحد يحط سؤال في الشاط وتنجاوبه غالبا نعم هناك اللي كيقول على أن هشام من دعية الكفر أرجعك يدير برنامج من القلب إلى القلب اسميته حب قلبي يعني هات الأسئلة اللي تتجيل هشام جاوبك ولا الحب قلبي ولا قعد البرامج اللي تنجير فنظن بأنها تتعبر على أن فعلا الهاجس ديال الناس هو دكشي الطبيعي اللي فيهم مشي المسائل السطحية مشي دكشي اللي جاي يعني أرتيفيسيال الهاجس ديال الناس هما بغي القشارك حياة بغي يحل مشاكل العاطفية دياله بغي يقد أمور بحل كل لأن هذه الغريزة للإنسان الأسئلة الجنسية وهذه الغريزة للإنسان ما تجمعنا إنفوات تتضر على الجنس ولا تتضر على الحب ولا تتضر على العلاقات بنادم تحيي الدكتونيات ديال أنا ربوبي أنا قرآني أنا هذي تتا واحد ما سي يعرف دكتونيات ما كينينش تنولي وكل بحل بحل نعم ولكن ما عندك تكوين في التحليل النفسي ولا في علم الاجتماع ما الصفة ديالك التي تعتل للناس أرائك وكين بزب الناس التي تتبع وتكشير التي ستقول لهم لأن كنا متسابيع خصوصا من الفئة العمرية الصغيرة وش ما كنت حزاقت أن هذا يمكن أن يشكل خطورة على الفئة العمرية الصغيرة لا لماذا لأن أنا تقول لذلك الإنسان أنا داوي خاوي يعني لا تأخذ الكلام بجدية وعنش تدير البرنامج لكن تداوي خاوي أنا جايك أنا يعني أنا في الأول سأخذ ذاك الديسكليمر شوف أخويا أنا رمس معي ما أكتش حاج أنا داوي خاوي أكتش تعرف يعني بغيت تأخذ كلامي هذا شي كتبته في كتاب العدمية البراغماتية كتبته بغيت تأخذ كلامي بجدية برافو عليك بغيت تأخذ كنكتة بحك مع رأسك كما بغيت تأخذ أخذ أنا لا أقول لك هذا كلام يرى مقدس أو شي حاج صليد لا يمكنك تخدم بها لكن أنا سأعطي معلومة واحد ونجاوب على سؤال سرت لك مسألة مهمة وأنا لا أعندي أحد الباز لأنني عندي تكوين في ذاك المجال ولكن قرية دراسات أو قرية كتوب التي تتهضر على ذلك الموضوع وعندي الخلاصة ديالها فتنعتمد على ذلك شي اللي أنا تبحث فيه تنعتمد عليه تمن تنجي مثلا في صحي في مباشر صحي مثلا أما شي لنجي أقول الفلفل أرى أزوين أكل أكل هذه رأى أعطي معلومات اللي أنا فعلا قرية عليها بحث فيها سمعت الناس المختصين هاضرين عليها وقرية الكتوبة ديالهم وزائد على هذا تنكون غالبا أنا جربت يعني ماشي غيث نعطيك النظاري الشفاوي صافي رأى سمعت حاجة زوين سير ديرها وأنا ما سوق إش لا أنا تنكون جربتها ووصلت لديك النتائج اللي هضرو عليها وتحققت مننا بأنها صحيحة هات تنجي تنقول للناس شو 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 فرقينا واحد الحاجة مهمة إلا بغيت تديرها رأى هاشنو هتستفدو هاشنو هتستفدو ولكن أنت تقول أنا جربتها خصوصا في الجسم الإنسان كل جسم كيف تفاعل ديره معه فبالتالي ممكنش أنك تاخد جريبتك هي المقياس لأنه النجاح أو الفشل فبالتالي صحيح فبالتالي صعيب أنك جي لأنك جربتها ونجحت معك تقول الناس خصوصا فيما يتعلق بالصحة لأن الصحة هي أهم شيء عند الإنسان تقول ودير هذي لأنني جربتها ونجحت فيها وشمك تحساقط شعال لأن هذا ممكن أنه يشكل خطر على ناس يمشي ويجرب هذا الحاجة وهم يقدر هذا يضرهم صحيح وهذه الهضرة التي قلت أنا أنا تقول أن نرى البكتيريا المصارن ورأة لا يمكن أنه يدير هذا التاست وتركب ويركب فيه ويكون صعر أو شي هذي مسألة جيدة يعطي نتائج البكتيريا المصارن هو شنو فيهم وغادي يعرف إذا يصير تشوف المعدل السكارف الدم وهذه ليس شيء خيبة ما عنده علاقة صحيح أو مصحيح أنا لا أعطي لا أعطي نصائح التي تتخدم لكل شيء نصائح عام نصائح غالبا نعم لا يمكن أن نقول أنه شام بشام الموجة لأنه كل شيء يحضر في كل شيء الموجة التي ولدت اليوم المؤثر المؤثر في المواقع التواصل الاجتماعي أو كل شيء يفهم في كل شيء وكل يفتي في كل شيء وما لم يحصل مع الموجة في الأول كان لديك حتى خصوص معين هذا الذي تهضر في كل شيء أنا لا أختار الموضع التي سنهضر فيها أنا دائما أي حاجة تهضر فيها تكون بناء على طلب على سؤال على هذا أنا لا أتنجي ونقول لهم أجي نهضر لكم اليوم على كدوك تك لا تدير شيء وحد هذا القضية فأنا سأجي نجاوب على واحد السؤال انطلاقا من ذلك الشي اللي بحث فيها أنا وإلا ما كنتش عارف تنقول ها يعني بعض المرات شيء وحد أنت يسأل لين شيء سؤال تنقول لي هذا القضية مع مري سمعت بها صير أخير هذا عندك مشكلة نفسي ولي شيء عنده شيء أبحاد صاف يشار قن يتسن على الوقت يتعلق رأي أخويا شوف خاص كتير سبور مع الثمانية خاص كتير هذي سي شوف طبيب نفسي يغجو لأن هذه مسألة ما يمكن أن أنا ماشي طبيب نفسي باش نعالج كلا نعطيك الدواء ولا شيء لكن بغيت ندير واحد النقط على الهامش الشهادة الأكاديمية أن واحد طبيب ولا واحد عالم نفس ولا لا حسنا نحضي من هذه القضية لأن كائن الناس ممكن ولكن على الأقل يكون واحد الإحساس أن هذا تخصص ه ولكن هذا الطمئنان يمكن أن يكون خائب لأن أنا أعطي مثال أنا بالضبط أنا ماشيز عند طبيب قلت له كنت قدرت بلون جنغال يعني هذي وبدأ يهضر معي وش أنت بخير وش أعطي شنورة تنحاول هذا لي مثل أن نعص بكري يعني تنتعطل شوية لا عجبني الحال تنحاول النعص بكري قال لي لماذا لن نعص لن قلت أوكي وربما غير يضحك كيف لا لن نحاول لن لن مشكل لماذا لماذا نقلل كامل لن مشكل الغداء والجسد يقض وأنا نقول الفراسي صاف أنت مع مرين أو درجة عندك لأن هادي هادي راه طبيب ولكن رابعة المرات إلا تبعتين نصائح الطبيب يقدر يخرج عليك لأن هم أطيب بأقدام تكونوا أقدام يعني أن اختش هذا في 80 و70 وما دارش تحديد المعلومات دياله وما زالت يخدم بأولد سكول تبشي عند واحد طبيب تقول لك لا تأكل شحم لأن ستقول لهم شحم هذا تجاوز لا مراحل وقعنا تنضر عليه أن الشحم هي التي تدير الشحم فهذه حاجات التي تخص الإنسان لا تقول لأن لا يتقش في الأطيب تقول أن يأخذ ديما رأي آخر رأي ثاني ورأي ثالث نعم والرأي ثاني المتخصص صحيح ماشي الرأي ديالي آنا رأي ديال المتخصص همتبخ معك نعم هيش ممكن اللي كيقول لأن كليس اليوم مهتم بالزاف باللايكات والبارتاج وعدد المشاهدات واش تش صحيح واش ولا عندك هاجس هد الهاجس لأن هو دياليوم ولا يوتيوب مكان ديال ربح أكثر واحد ما مهتم باللايكات والإعجاب والسبسكرايب الناس ديروا اللايك ما عمرك لاتشي واحد دير اللايك ولا دير سبسكرايب ولا فعل الجرس ولا بارتاج ما غاتلقيها في تش فيديو ربما تلقيها في فيديوات ديال الناس اللي تياخدوا فيديوات ديالي وتديروا قنوات ولكن ربما الاختيارات ديال المواضيع هي أوتوماتيك مو كتحيل على هد النقطة هذي ديال كتجدب المشاهدات وكتجدب بمتتبه غير صحيح مرة أخرى لأنه أغلب الحاجات اللي فعلا تتكون فيها متابعة بزاف هي اللايفات هي مثلا ندير مباشير هشامي جاوبك ولا هذي المباشير مثلا صحي في مشاهدات تتكون أقل غالبا ورغم ذلك ندير مباشير صحي يعني لو كان هذا شي صحيح أبقى ندير هشامي جاوبك كل نهار إلا كانت عندها علاقة غير ربح أنا ربما شهور ما ندير تشي مباشير حيث ما عنديش القانون المباشير أنا القانون حلها باش نتواصل مع الناس باش كيني الناس يبغوا يسمعوني يا يبغوا يسولوني يعني يبغوا يكون نكون آنة في حياتهم بين قوسين أتشاهلش دير القانون ما تنذير إشهار ما تنذير أتلقي الفيديو ديالي ما فيه تاكس ما فيه إشهارات ما فيه تشي حاجة أنا ولكن وش القانون ديالك هو تشوفوا واحد عنده قانات في يوتيوب عنده مثلا ما نعرف مئة آلف ولا مئتين آلف متابع ولا عنده فيديوهات تقولوا هادا تدخل عقص حيحة هادا خير صحيح أغلب الفيديوهات بعدها لأغلبية الفيديوهات ما فيهوش إشهار والتادو كل فيهم الإشهار تتلقى يوتيوب ديجا محيد لك الإشهار لأن تتكون قلتي شي كلمة ما عجبتش يوتيوب ولا فهوما ديجا ديمونيتايز كما تتسمو يعني ما ما تتأخدش عليهم شي حاجة السيستام ديال المونيتايزايشن ديال يوتيوب ربما شي كما تتصوروه الناس سورتوا سورتوا بالنسبة للقناة بحال ديالي أنا لأن أنا الفيديوهات ديالي من تتحيد لهم المونيتايزايشن أوطوماتيك من يوتيوب وخاء تمشي مثلا عند يوتيوب وتقول لهم هادا هادا الفيديو هادا الإشهار ولا هدي بالعكس غايكون فيرمي ودائما بأن راه تحيد بطريقة صحيحة لأن أصلا ما حاملينش القناة ديالك لأن هادا هادا الفيديوهات من تيمشيو تيمشيو لديبارتومون ديالي يوتيوب اللي خدم فيها مسلمين لأنها هي فيديوهات بالعربية فغاي تلاقى الناس مؤمنين هم اللي في يوتيوب وقع لي هادا المشكلة راه هادا القناة وقع للرابعة ولا الخامسة ماشي أول قناة فديما القناة تدوز واحد الوقت دياله وتتمشي باي باي وخاص تدير قناة جديدة لأنهم غايب ديما يديروا معك هادا التعامل هذا يوتيوب للأسف تتعتبر بأن الخدامة ديالها تديروا خدمة يعني اونت ولكن الأجندة الدينية مرة أخرى أقوى من هادا النس هادا أنه تيجي تشوف قناة هادا كافر هادا تدير هادا أصافي غادي نحيد لأن كدبوا يعني هما خدامين مع اليوتيوب غاي كدبوا باش يحيد لك القناة ديالك ونفس الشيء تديروا تفل فيسبوك مؤخرا فيسبوك أنا درت إعلان كنت غير درت إعلان ديالحوار مع داعشي سابق ما في أول حوار مع واحد الانسان داعشي سابق رجع من داعش وندم وهادي بعد عامين على الإعلان وقفوا لي الباج في فيسبوك فمين مشيت اعتاردت وقلت لي ما ودي هادا رغي إعلان هادي قال لك لا انت يا تعاملتي ضد هادي شكل اللي قرر اللي قرر هما الخدامة المسلمين بين قوسين في فيسبوك هما اللي قرروا أن الصفحة ما يبقاش عندها فيزيبليتي دا بلا صفحة لنشرط فيها شي حاجة في فيسبوك تشوفوها 14 وحد يعني ما تتبانش عند الناس نعم بما أنا كانت تكلم اليوم علاج هيش مبقاش كثير المناظرات كيف ما كان كثير ها قبل وش هتش راجع الأسلوب الفاشل في موضع دي الدين مبقاش مبقاش الناس عندهم نفس الحماس دي لأنهم سمعون نقاشات دي دي الدين أو نقاشات دينية أو نقاشات لكتروج الإلحاد أو كذا وش الموضوع دا مبقاش موضع اليوم حيث الهدف من المناظرة ما للأسف انت واحد ما ما بغيه الهدف من المناظرة الحقيقي هو سجال دي الأفكار دي الحجاج دي الدلائل القوية عند كل طرف كل متناظر تشتي تحط وتكون بشكل أخاوي والتذك المتناظر من تيجي تبغيت هو يسمع أقوى ما عند الآخر من أدلة ويقدر يتفق معه مرة ومرة ما يتفق معه ويقدر يتفق معه جزئيان وهذه هذا هو الهدف من المناظرة والناس اللي تسمعوا اللي هما يعني المقصودين بهذه المناظرات هذي تسمعوا من طرفين أقوى اللي يزرق يموت يمشي ومرتاح اللي عندهم واحد الفكرة كبيرة زوينة على الموضوع للأسف نحن ما عندناش في العالم ديالنا ما عندناش هدش هذا كل واحد عنده خاصة طرف المؤمن غرج عليه مرة أخرى عنده واحد القناعة أنه على حق كنت على باطل يعني هضرت كل باطل في باطل في باطل فهو جاي لديك المناظرة باش يطير لك راسك جاي لديك المناظرة باش يبيل الناس الضلال ديالك الباطل ديالك ما بغيش يسمع لك ولكن تال الشخص الآخر جاي بيين الناس على أن هدك السيد را كي خرب قد أدي الأولاد البراهين اللي كي جيب رتخرب يقر مشي صحاحين يعني المناظرة جوج ديالناس جايين يبينو على أن دك شي اللي كي قوله هو صحيح والشخص الآخر المختلف عليهم مره هو دير اختيارات خطأ أولو الفرق نعم بيانسير أنا غادي نشوف عندي واحد لارجومون لتنعتبره لارجومون قوي وتنشوف لارجومون ديال الأخر بأنه لارجومون ما قويش غنقول بأن لارجومون ديالي حسن من لارجومون ديال وغنبين علش أنا مقاتل مع الحجاج والدلائل اللي تيعطي هو هو كشخص ما تهمنيش تهمنيش هو كشخص أنا ما تنآمنش بأن عندي حقيقة مطلقة تآمنش بها أنا ما داخلش في حرب أنا ما تنعتبرش المناظرة ديالي جزء من سراع الأمة ضد الباطل وذلك شي أنا غيش شخص عادي تجيس معك في موضوع ما تهمنيش أنا ما عنديش منضمة إلحادية مراعية وللأمة الإلحادية وأنني واقف على تغرم تغرر الإلحاد وأنني تتنني جزاء وتتنني تواب ولكن لما كتكلم أنا فقط شخص عادي الشخص العادي ما غديش يجيد المناظرات ويحاول على أنه يحاجج بالمعتقدات دياله أو يدافع على الشخص العادي غديمش يقلس في داره ويمارس حياته بشكل طبيعي انت خرجت الفضاء العام وبديتي كتحاول أنك تنشل الأفكار ديالك بطريقة مسالمة بطريقة حضارية ولكر أنت دخلت الفضاء العام فبالتالي ما يمكنش تقول أنا شخص عادي انت ماشي شخص عادي اللي قصدت بشخص عادي هو أنني ما عنديش ذاكل يعني لا أنتامي لوحد كما قلت واحد المنظمة ولا واحد العقيدة ولا واحد المنظومة لأنا تنمتلها أنا إنسان ديال راسي أنا ما سوقيش أنا من بعد ديك المناظرة وشي واحد ملحدي ولي مؤمين ولي شي واحد مؤمين ولي ملحدي ما تيهمنيش بالنسبة للطرف الآخر لا طرف الآخر ردخلف واحد منظومة كبيرة راها تيشوفها يعني بحل مراقب تيستعملوا واحد الكائن ميتافيزيقي تيستعملوا لنصرة الدين يعني واحد المقاربة مختلفة تماما عن الطرف الآخر لكن اللي تيهمني أكثر رمشت المتناظر اللي تيهمني أكثر هم الناس اللي تيسمع وهذا هو مربط الفرس هو البيت القصيد هو هذا هو أن الناس شنو تيستفدو من المناظرة إلي كان أغلب الناس تيسمعوا المداخلات ديال الطرف المتصفقين مع هذا هو السؤال هذا هو السؤال نقدر نعم سأقول لك السؤال الشخصي لأننا قربنا نسأليه البرنامج اليوم إذا جاء عندك ولدك أو بنتك وقال لك بللي أنا بغيت نعتق أنني ندخل مثلا في الإسلام أو دين آخر نعتق ديالة هذي أنت شنو غادي يكون موقفك الموقف ديالي أنا أنا مع أولادي مع أم مري هدرت معهم على الدين أولادي مع أم مري هدرت معهم على الدين ولا حاولت أنني نشوه الدين قدامهم ولا نستغل أنهم دلالي صغار ونبقى ندخل لهم أفكار أن شيطن الدين ولا نشيطن الإسلام ولا هذي ولو كان أولادي هنا حاضرين سأخبر لك بأنني أنا مع أم مري هدرت معهم لا على إسلام لا على دين لا على التشيح هذا ما تيعنيش هم أدب أولادي كبار هذا ما تيعنيش أنهم إلاجوا عندي دابة وقالوا لي آه رأى عندي واحد سؤال في واحد المسألة على الدين الإسلامي كده وكده سنقول لهم أنا شو نعرف ما شي سنجيون نقول له آه شوف رأى ذك شي خائب ما ما نهضرش بهذه الطريقة هذه لإنما ليس طريقة عقلانية ليس طريقة أكاديمية أنا بغيهم أنهم يتبعوا دايما ذك شي اللي علمتهم علمتهم أنما يأمنوا بتشي حاجة بدون دليل أي حاجة وخنقولها اليوم أنا بلا دليل ما تآمنش به مادم ما كينش دليل ما تآمنش كين دليل تآمن فقط فالدين إلاج عندي أولدي ولجأت عندي بنتي وقالت لي آه شوف أنا رغانتخلي الإسلام ما غايعجبنيش لحال أنا ما غايعجبنيش لحال عادي وانا ما نكذبش نقول ما غايعجبنيش لحال ولكن واش غندير شي رياكسيون خايبة نقول هاش تخربق اش من هادا واش تحمق واش غت لا نقول لي اوكي قريتي على الدين مزيان قتانعتي بحدي غايقول لي قريتي مزيان وقتانعتي هذي نقول لي سير الله يكمل بيخ نعم السؤال آخر واش الأسرة ديالك اليوم في المغرب كي عارفوا على أنك نزاء ملحد عارفوا مؤخرا عارفوا وكانت مفاجأة تلي أنا لأن ما كنتش عارف النوم عارفين كنت عارف عارفو عن طريق البرنامج ديالك أو شي شخص قال له اذا بحيت كين الفيديوهات بزاف في يوتيوب ماشي ضروري تكون القاناة ديالي تتكون هاكو شي واحد لايح فيديو فغيس من الصوت الصوت ديالي فتيسمعوا الصوت حيت كين شي فيديوهات اللي تنتشروا غير ما عنوش علاقة على بديل لوالو ولكن غيتي انتاشا رحيت فيه مثلا شي معلومة قلتها على الجينس ولا على شي حاجة واجي واحد تقطع ديالفيديو تيلوحو فتيسمعوا الصوت فعرفوا بأن رأس الصوت ديالي ومن بعد ماذا كانت لغي اكشيون ديالهم كين اللي يعني كين اللي هضرت معاه كين اللي داير راسه ما عارفش وانا داير راسي ما عارفش بأنه عارف وهكوك غادر تختي تكشي ديال كل واحد تيمتل بأن ولمهم رأى تحجمت بتلات رأى هشام المؤمن هو هشام الكافر واش انت اسميتك هشام بالحقيقة لا ما اسميتش هشام بالحقق أنا بتلت اسميتي من خديت الجنسية الكانادية بتلت اسميتي وخديت اسم غربي ولكن الاسم ديالك الاول كان هو هشام لا ماشي هشام داقو لكن لكن نعم غير واحد نقطة دبا المشكلة دياله هشام هو أن التن ناس اللي عارف الاسم الحقيقي نعم ولفت أن الناس يعطوا ليغي بهيشام ولا نصي وجدت شي من بعد ما بديتي نشاطك في مواقع التواصل الاجتماعي ولا من قبل من مين بديت يعني مين بديت صافيت تعرفت بهيشام ونصي كتشي بش نعم إمتى غادي نشوفه هيشام أو الاسم الآخر الحقيقي غادي نشوفه بالهوية دير الحقيقية يخرج صوته في صورة يتكلم ما كتشفش على أنه حال الوقت اليوم على أنك تخرج ما زالت نفكر فيها بنفس الطريقة اللي فكرت فيها الشحالة دي ما كانت تطرح لي هذا السؤال يعني صرت من كتن نتاق الدين وكتن هضر بزاف انتقاد النصوص الدينية وهذه تنقوله وريد يشوف راه إلى بنت راه ما غايتحولش حاديث صحيح لحاديث ضاعف والحاديث ضاعف لحاديث صحيح ولكن على الأقل الناس غادي يعرفوا مع مكهدر وتخيلها لأنهون تفاجأوا على أننا كنت أتكلموا مع سيدة ماشي مع راجل لا لا هادينا قدر نأكدها ده هادينا قدر نأكدها أن الصوت ديالي تنهضر لي وصلتين حقيقي لا يوم معا تتعلم أنك تكون غير بخورة تكون شخص حقيقي لا لي حسن الحد كين فيديوات قدام وكين تزيلات قدام قبل شات جي بي سي نونو راجل والناس يعني راه كما تنقول ديما نقدر نطلق مع الناس في الواقع ما عندي تشي إشكال تلاقيت ناس في الواقع مكنت رادوس 9 شهر في أوروبا مؤخرا كلها ملاقيات تلاقيت مع ناس وناس اللي الأغلبية الصاحقة ديالهم ما ملاقيش معهم قبل يعني تلاقيت معهم أول مرة وما كان تشي إشكال كل شي دازم زيان ما تتبانش لي الأهمية ما زال عندي طبعا بعض الإكرهات لكن ما تتبانش لي القيمة ديال أنني فعلا نبان وهذه ما تتبانش لي مع الدكاء الصناعي قولينا نقدروا تركب وجه فده بمزيانات القضية ديالي يشوفوني الناس سنقول لهم ما راح مش وجهة الحقيقية نعم اليوم أنت كتقول أنك ما بقاتش عنك نفس الحماس لأنك تكلم على الدين وانت قلتين مواضع أخرى واشو ما كتشوفش لأن وجه الوقت لأنك تغير الإسم ديال القناة من كافر مغربي لشيء آخر هو القناة دي جنبت لا يعني يسميته هشامن لا يعني الصفة الصفة اللي كي يعني كت كتوصف بيها دبعا ملكا قولوه هشامن هشامن السي كافر مغربي آه وي دبعا أنا الناس اللي تيقولوها وملي ما زال شادين في ذاك الاسم القديم ديال كافر مغربي ما أنا يعني حييتمش حاله دي ما عنديش مشكل كافر مغربي لكن تنظن بأنه تجاوزنا ذاك الفترة ما بقعتش يعني كان أدى ذاك الوظيفة دياله كافر مغربي أدى الوظيفة دياله وسالت دبعا احنا محتاجين تعايش تعايش حقيقي أننا نكونو يعني بغض النظر على التوجهات ديالنا ولا كيفاش تنشوفو الأمور ولا موقفنا من الدين خاصنا كلنا نكونو متحدين باش نوصلو لذاك شي اللي احنا كاملين بغينو الناس كلهم بغين نفس شي بغين الكرامة بغين الحقوق بغين الحريات بغين عيش كريم بغين يكونوا مزيانين هما وعائلاتهم ووليداتهم هاتش اللي بغينو ما تيهمنيش أنا واش تتآمن بشي حاجة ولا ما تتآمنش ولا موقفك من الدين ولا أنا طنع أعتبر الخطر الحقيقي الخطر الحقيقي هو هادك اللي تفرق بالناس على أساس المعتقد هادك هو الخطير هو اللي خاصنا نواجهه هو اللي تيفرق الناس على حسب الجينس ولا المعتقد ولا أي حاجة الناس بحال بحال احنا كلنا بحال بحال تا واحد ما ما عندو شي قيمة كتر من الآخر وكلنا بغين نفس شيء خلينا نناضلوا على الحقوق اللي بغينها كلنا بالتساوي نعم هشام شكرا لك شكرا على رحبت صدرك وعلى كل توضيحات اللي قدمت لنا في هذه الحلقة شكرا لك عزيزتي ومرة أخرى كنت سعيد جدا بهذه الاستضافة شكرا لك مرة أخرى شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك